بحث وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي بالعاصمة عدن مع فريق المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برئاسة المستشار الاقتصادي للمبعوث ديرك جانا سبل دعم الشركات وتعزيز الفرص للمشاريع النفطية واستعرض الوزير الشماسي التحديات الراهنة التي يعيشها قطاع النفط بسبب توقف تصدير النفط الخامة جراء الهجمات الإرهابية للمليشة الحوتية على المنشآت النفطية ومتطرقا إلى استغلال الحوتين ميناء الحديدة الذي فتح لدواعي إنسانية من خلال إدخال المشتقات النفطية والغازية دون التقيد بالاشتراطات الفنية لفحص جودة تلك المواد وإدخال مواد ذات جودة رديئة وبيعها بالأسواق المحلية بأسعار مرتفعة كما أكد الوزير الشماسي دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لجهود المبعوث الأممي الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر